السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على فيلم جامد حلقة دي ممكن إن شاء الله لو استمرت وتعمل منها كتير بعد كده حيبقالها اسم وحيبقالها نظام وحاجات زي كده أنا مش عايز أخبي عليكم يعني مش مش لاقي عندي الشهية قوي إن أنا أعمل حلقات شبه اللي احنا كنا نعملها على طول زي المراجعات بشكلها الكلاسيكي بالتريل الرياكشنز بالكلام ده كله وإنتوا شاهدين علي بإن أنا حاولت أنوع فيها كتير وأغير فيها كتير على أمل إن أنا أرجع أستعيد الشغف بإني أعملها وده ممكن يرجع في أي لحظة بس أنا عادت كتير قوي في حالة نعدام الشغف ديات بلا إنتاج ودلوقتي الستريم بتاعي بقى عادت ساعته معقولة شوية وممكن أشغاله زي ما أنا عاوز فأنا دلوقتي بحاول أسخره إنه يطلع منه محتوى سينمائي ينفع ألمهلكو زي ما أنا إن شاء الله بإذن الله عامل في الحلقة دي وأطرحه على حضراتكم يغطي رأيي في الأمور اللي تهمكم ويتكلم عن مناقشات أعتقد ده ممكن يكون فيها قدر من الترفيه بالنسبة لحضراتكم ممكن تكون متعلقة بشكل وثيق أوي بالسنة ممكن تكون بعيدة عنه سنة صغيرة أو حاجة بالطريقة دي ده اللي أنا بعمله في الحلقة دي وإن شاء الله ححاول أحرص إن نعمل عدد كبير منه قبل ما نقرر مع بعض إذا كان فكرة كويسة ولا لأ وأتمنى إنكم تستمتعوا بالله حصل The Queen's Gambit بيحكي عن بنت يتيمة بتبني اهتمام بالشطرنج في الملجأ اللي هي موجودة فيه بتعبر عن عبقرية استثنائية وقدرات خاصة جدا في اللعبة دي وفي الرياضة دي وبعد كده بنشوف رحلتها في عالم الرياضة دي بالتوازي مع رحلتها في إنها تجد لنفسها شخصية لإنها عانت على مدار حياتها كلها من بعض الأدوية من بعض المواد اللي كانت بتتعاطاها سواء بحسن نية أو بسوء نية بالإضافة إنها بتكتشف مكانها في الحياة وعلاقتها بالجنس الآخر وعلاقتها بأي حد بيحيط بيها لإن الوحدة الوحدة نفسها من العوامل المهمة جدا أو من التيمز المهمة قوي اللي بتتلاعب جوه المسلسل وأعتقد إنها من الحاجات اللي تم استعراضها بشكل قدرأقول فيه إسهاب قوي وممكن تكون من زوايا جديدة ما شفناهاش قبل كده مع رش اللي حقوله دوت ممكن يحسب كنوع من أنواع الحرق ولا لا بس دا كوينز جامبت جمع عدد كبير قوي من الجنرات أو من التيمات أو من الستركترات جوه القصة بتاعته يعني هو آه في المجمل يبدو كما لو كان قصة صعود وسقوط ولكن في نفس الوقت هو حنين شوية على المشاهد لأن السقوط في اللي احنا بنتفرج عليه مفيش رسالة ممكن ترسل من خلاله يعني لما تيجي تتفرج على الأفلام عمتا اللي فيها الرحلة دي اللي هي أغلب أفلام مورتن سكورسيزي هتلاقي الصعود دا دايما مقترن بصعود يا إما حد مجرم يا إما حد عنده نوع من أنواع الاختلاف مع مبادئه الخاصة أو حد بقى في بعض الأحيان من أفلام أخرى بيبقى عنده المرض النفسي هو اللي بيحكم أو المرض العقلي اللي بيحكم وده عنصر من العناصر اللي موجودة في دا كوينز جامبت بس ما هواش حاكم قوي وفي نفس الوقت البطلة بتاعتنا بطلة تدعو للتعاطف وما هيش شريرة في أي نوع من أنواع التوصفات بتاعتها فالمسلسل كان حنايا على المستوى الاموشنل في الطريقة اللي هو طرح بيها حددته أو أكمل بيها حددته ودي النقطة اللي أنا دايما بفتقدها في القصص المماتلة أن في الآخر مع مدى تفاعل المشاهد مع اللي بيحصل والحدوتة والكلام دا كله يلاقي في الآخر حاجة على المستوى العاطفي على المستوى الاموشنل تستطير وقوي في الأفلام اللي زيدي عادة ما تتوقعش أنك ممكن تترقب وتبقى عينك ممكن تدمع أو ممكن تنبسط لدرجة أنك تتحك تتحك من اللمبساط مش تتحك من الكوميديا دا موضوع غريب ومختلف شوية في الحواديد بتاعت الدراما سواء السينما أو تلفزيون أو حاجة بالطريقة دي فبشكل مجمل أو بشكل عام على مستوى الحدوتة دي أكتر حاجة حبيتها في The Queen's Game الأداء بتاع أنيا تيلر جوي أداء ملهم يا رايس إذا أنت تتفرج وتتعلم تتفرج على حاجة ما لهاش ماتيل حاجة ما تتقارنش بحد تاني وده ما يرجعش في الفضل ليها لوحدها أبدا هو برضو في الطريقة للشخصية تصممت بيها ورؤية صنع المسلسل أو المخرج في الحوار دا لكن البنت بالمسلسل دا بتحط نفسها في المصاف الأول في وسط الشباب بشكل عام يعني أنا معرفش بصراحة واحدة زي ميلي بوبي براون بتاعت Stranger Things وبتاعت إنولا هولمز والكلام دا بيتم تصنفها زي ما تكون فاتن حمامة السينما الشبابية يعني وأنا بصراحة مش بالعي الكلام دا خالص شايف إن واحدة زي أنيا تيلر جوي دي ما كانتها اللي تستحقها باللي تم التدليل عليه في أعمال درامية تقيلة مليلة تحديات مش سهلة أنيا تيلر جوي كلها عين كلها عين أي هو حاجة تشريحية غريبة بنت اللذين البنت حتى لو أنت حاولت ترسمها الكاريكاتور وأنا مش خبير يعني في الموضوع بس أعتقد أي رسام كاريكاتور حيحاول يعملها بشكل في حتة مبالغة في الملامح أعتقد أنه هو حيعمل عينية كبيرة قوي وحيعمل من أخيرها أصغر وبقاها أصغر حيبقى وشيعمل زي القلب كده ودي صفة لما تلاقيها في بني آدم أي كاستنج ديريكتر أي واحد بيدور على مواهب يقولك أنت شغلتك أنك تبقى ممثل أنت ما يفعلش تتغل حاجة تانية في الدنيا مطأم المساند هايل خدوا بالكم من هاري ميلينج يا جماعة اللي راح قاعد عندها في البيت عشان يساعدها دوت الولد دوت مؤخراً ظهر في كذا عمل وظهر في كذا دور وعمل نطاق بن لازينة وده واحد من خرجين مدرسة هاري بوتر ده كان أحد الهاري بوتر كيدز الود نيوت نيوت بتاع بتاع ده كان اسمه إيه ده ميز رانر اللي كان نيوت الأبيضاني اللي هو كان موجود في جيموف ترونز برضو ممثل ممثل ود بيقدي يعني مين يفتكر الراجل اللي كان بيعلمها ده ظهر قريب في فيلم إيه وعمل دور برضو عظيم موليز جيم يا جماعة موليز جيم لما طلع لما كان طلع الجامبلر اللي ما بيخسرش أبداً وأول لما خسر قدام الحمر بتاع اللعبة بقى بينزف من كل ناحية ده ده عمل مشهد عبقاري أحلى مشهد في الفيلم الشطرنج بالحكاوي بتاعته اللي اتعاملت على مستوى الأفلام الوثائقية أو أبطال الشطرنج الجراند ماستر زي اللي احنا سمعنا عنهم اللي ابتدى يحصل عندهم أنواع من أنواع الاضطراب العقلي والإحساس بالبرانوية زي بابي فيشر والحكاوي بتاعته سواء على مستوى الأفلام الوثائقية أو الفيلم اللي تعمل عنه اللي هو بتاع توبي ماجواير الموضوع جذاب قوي ومفيش أي رياضة تانية ممكن توصلك للإحساس ده بأن العملية عملية ذهنية بحتة وفي نفس الوقت فيها كل ما يمكن أن تتوقعه على مستوى الإثارة وفي نفس الوقت سهلة قوي تربطه بالاضطراب العقلي أو بالتوتر أو بالإحساس بالاضطراب أو بالاضطهاد أو بالأمور دي كلها ده على جانب الجانب الفني بقى الآخر الحاجات اللي هم عملوها على مستوى الديكور على مستوى الأرض إيريكشن على مستوى البروداكشن ديزاين على مستوى التصوير على مستوى القاعات على مستوى رقعة شترنج يا جماعة أن الناس استعرضوا عدد مرعب من الست ديزاين من التصميم بتاع القطع سواء في دولة عن دولة أو في مكان عن مكان الطريقة بتاعة الأعاد الساعات ديت بتشوفت كم طراز منها أنا عديت بسهولة وأنا قاعد سبعة تمانية ويمكن يكونوا أكتر وأنا لما أخدتش بالي الراجل المسلسلة ده اتعمل بمزاج قوي يا جماعة اتعمل بمزاج قوي الناس طلعوا فيه إبداع ممكن يكون كان محشور عندهم ومش عارفين يطلعوه في أي حاجة من أجمل الحاجات في إنك لو ليك في الشترنج حيضف لك ولو ملكش في الشترنج مش هيخد منك حاجة يعني أنا لو ما كنتش عارف أي حاجة عن الشترنج وأنا بتفرج كنت ححس إن أنا المتعة أو الإثارة أو المتابعة بيضة عندي أكيد لا بس كوني عارف إن أنا شترنج ده ضاف لمتعتي وأنا بتفرج أكيد الإقاع في The Queen's Gambit كان مظبوط في بعض الأحيان كنا بنشوف إنه هو سريع شوية في بعض الأحيان كنا بنحس إنه هو بطيق شوية وده بالتناسب وبالتماسل مع اللي هو بيحاول يبعطه أو الرسالة اللي هو بيحاول يبعطها الأوقات اللي بيبقى فيها دراسة أكتر فيها تعمق أكتر في الشخصية ما ينفعش إقاعها يبقى سريع في حين إن الأوقات اللي كان فيها مباريات وفيها حتة الأكشن أو حتة السسبنس ممكن تزيد شوية إقاعها كان مناسب جدا أنا في الحلقة لو أنا فاكر صح الحلقة الخامسة البطولة اللي كانت دخلاها مع الجدعي اللي كان عامل نيوت اللي هو الكاوبوي ده وبتدوا من البداية هي ابتدت طريقها وهي ابتدت طريقها عملوا منتاج على مازيكا لو أنا فاكر صح المازيكا دا بتاعت إيريك كلابتن أول مرة سمعتها كان في فيلم بتاع بروس ويلس اسمه دستوري أوفاس وحدور عنها بدموت في المازيك وكانت موجودة في التريلر متأكد بنسبة 100% أنها كانت موجودة في التريلر بتاعت دستوري أوفاس معلش شلوحتكم شوية في الموضوع وسبليتوا الشاشة وابتدوا يمنتجوا وابتدوا ياخد الكاميرا من زوايا وابتدوا يقسموا الشاشة إربع أنا وأنا بتفرج بقول يا جماعة الإيدتر الإيدتر عمل دماغه وهو بيعمل المشهد ده ده مشهد معمول بمزاج قوي 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 حاجة كده أعتقد أن الرجل عملها ببلاش من فرط استمتاعه باللي هو بيعمله أتمنى محدش يتجنن ويفكر أنه يبقى فيه سيزنتو ده مسلسل خلص انتهى قفلته في حد ذاتها يعني كنت بسقف قفلت المسلسل من أجمل ما يمكن مشهد نهاية بسيكونس نهاية عارفين كتير بنشتكي من مسلسلات أو من أفلام بتبقى حلوة جدا وبعدين الرجل اللي عملها بيحتر في نهايتها فبيعمل خمس ست نهايات ورا بعض المسلسل ده ما فيهوش كده هو في نهاية واحدة ومن أروع ما يمكن أجمل قفلت آخر صفحة في كتاب ممكن تتخيلها ولازم تتساب مقفولة محدش فكر يفتحها تاني أنا مش عايز أحرق قوي بس أنا بتكلم على مشهد النهاية فعلا مشهد النهاية اللي هو فيه بنذكر بعض بأن دي لقت ريدمشن بتاعها معلش سيكت حرق سيكت حرق بس مش حرق كبير لقت ريدمشن بتاعها تتكلم على زي ما بنقول كده قصة تقلبات فيها لحظات صعود وفيها لحظات سقوط وفيها نهاية حماسية جدا وشاعرية جدا وعاطفية جدا وبعدين فيه ريدمشن ابن لازينة مارتين سكورسيزي بيحرمني منه في كل مرة واللي بيحصل بعد كده تعالى نحط بتسامة على وش المشاهد بقى تعالى نعمل حاجة تفكرنا بأن العالم اللي احنا كنا جواه الرقعة الشطرنج اللي حصلت الأحداث كلها حواليها دي موجودة علشان تعالج ناس مش عشان تعايي ناس يعني الفكرة الأساسية في أي منافسة في أي رياضة في أي حاجة بالطريقة ده إن الناس تتلم مع بعض وتسد جروحها مش تنافس بعض وتفتح جروحها ده اللي أنا فهمت عن نفسي يا مرش أنتوا فهمتوا كده برضو في موضوع HBO موضوع السينما والأونلاين أولا ما عجبني حاجتين عجبني إن فيه قرار بص أنا 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 زهقت جدا 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 من التأجيلات بتاعت الأفلام وعدم قدرة كل الستوديوهات على إنها تاخد قرار قرار بتاريخ هنزل واللي يحصل يحصل قرار بإني مش هنزل خالص قرار بإني هنزل VOD أو ستريمين بلاتفور قرار بإني حفضي سن قرار نوصل لقرار كل الستوديوهات قاعدة عملة تبص لبعضها وما عندهاش الجرأة الكافية إنها تتخذ قرار يحسب لوورنر برادرز إن هم اتخذوا قرارات صعبة القرار بتاعتنات ما كانش قرار سهل ودلوقتي القرار اللي هم أخذوه في واندر وومن وبعد ذلك على طول التعميم بتاع القرار ده على كل الأفلام بتاعت السنة يحسب لهم تكونوا قرار صح إن ده قرار عرض زي ما هو قرار بحيث بخصوص أجندة الرليز أو أجندة الطرح يعني خلاص ما عادش في حاجة ممكن تحصل تقولك لأ أنا هأجل تاني كده واندر وومن في معاده كده ميتريكس فور في معاده الموعيد دي تثبتت بقينا فعلا قادرين نستنى الأفلام ده وناخد الموعيد بتاعتها وعجبني إن هو خد قرار في حدود التحفز بتاعت السنة الواحدة أنا هعمل كده في 2021 بس وبعد كده الموضوع ممكن يتغير فأنا بصراحة بحي ورن البرودرز على القرار ده وأتمنى إن الكل ياخد بنفس القرار بصرف النظر هو صحة أو غلط بس أوصل لقرار أوصل لقرار يخلي المشاهد اللي زي يعرف بشكل نهائي الأفلام دي هتتعرض ولا مش هتتعرض مش تاريخ والله ولما نشوف والله حتى إشعار آخر والله عندما يدوب قرص الشمس الدامي في المحيط وسكوريني ننجز بقى ناخد قرارات ونعرض على أساسها وننجز يعني فأنا عن نفسي مبسوط بس الموضوع محتاج تفكير شوية عشان أقدر أحسن ما بيني وبين نفسي إذا كنت شايف القرار صح أو غلو أتش بي أو ماكس على فكرة أزمتها مش أزمة العرب بس أتش بي أو ماكس مش موجودة إلا في أمريكا حتى في أوروبا ما عندهمش أتش بي أو ماكس أنت متخيل الموضوع ده القرار بتاع بص أنا أنا كمشاهد القرار ده بالنسبالي أنا يعني هشوف الأفلام في السينما لأن في مصر فيه سينمات وأنا أعرف أختار المعاد الحمد لله يعني أنا عندي رفاهية أن أنا أروح سينما الساعة عشر الصبح مش كل الناس عندها رفاهية دي طبعا فوسط الأسبوع أضمن أن ما يبقاش فيه ناس كتير في السينما وعرف أن أنا أتفرج في حدود الأمان اللي ينفع يعني فده اللي يهمني يعني أنا ما يهمنيش إذا كان الموضوع حيطار الدجتل ولا مش دجتل ده ما يخصنيش أنا اللي يخصني إنه حيتعرض إن أنا وصلت للقرار ده بشكل نهاية هو ده اللي يهمني HBO Max أزمتها فعلا أنها مش موجودة في كل حتة بس أوروبا فيها سينمات كتير اشتغلت أفريقيا فيها سينمات كتير اشتغلت العالم العربي فيها سينمات كتير اشتغلت فاللي يهمني إنه أنا حتفرج ما توقعش إطلاقا أنه حيكون من أهدافهم إنهما يوسعوا الطرح بتاع HBO Max قبل نزول الأفلام بالعكس هو ده الحل بالنسبة لأمريكا خلصنا من أمريكا تعالى بقى نعمل فلوس من دور العرض في بيت العالم وإن كان طبعا القرصانة أعتقد أنها حتعضوهم عضة أتصور إنهما عارفينها ما أعتقدش إنهما حيتفاجئوا بي هما دلوقتي بيراهنوا HBO Max بيراهنوا سوري HBO زفت هباب Warner Brothers بتراهن بحمل معين أو بنسبة معينة على الاشتراكات اللي حتيجي على HBO Max في أمريكا وأعتقد إن في دي التوقعات بتاعتهم حتبقى في محلها لأننا نتكلم على 17 فيلم ريليس ما فيهمش هزار اشتراك شهري تتفرج على 17 فيلم دول أنا لو في أمريكا هشترك أكيد يعني رهان الآخر هو إن أن الطرح السينمائي في باقية العالم يجيب دخلي يسد باقية الفجوة هنا بقى القرصانة حتلعب دور بس يا جماعة دي المناقشات السينمائية اللي تمت في البث بتاعنا على نيمو على شبكة نيمو واللنك بتاع البث بتاعي هناك قدام حضراتكم على الشاشة وتقدروا تتضموله في أي وقت بأيديكم تماما أنتم تبقوا جزء من الحوار ده وأنكم تطرحوا المناقشات اللي ممكن تظهر معنا في الحلقات اللي جاية إن شاء الله لو تواجدتم معنا في البث بتاعنا واشتركتم معنا في المناقشات أتمنى جدا أن تكون المناقشات عجبتكم ويا ريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول باول تباوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وباي باي